أرضنا الغالية ميراثنا الأكبر أرضنا الغالية ميراثنا الأكبر معاني بألغة الحنيل والتعبير تعكس أشواق اليمني إلى ذاته الحضارية وجذوره التاريخية التي تعرضت للسحق بطريقة أقل ما يمكن وصفها بسحق الاعتبار بالنسبة للكيان اليمني والقومية اليمنية منذ ثورة فبراير تشهد الهوية اليمنية بعثا جديدا وإحياء تراكميا من خلال خطاب ينمو كل يوم وينتشر وسط الشرائح الشعبية وخصوصا فئة الشباب من خلال المنتديات وقنوات الإعلام الحديث يتشابه مع حالة الوعي بالهوية التي رافقت سبتمبر وأكتوبر ملامح جديدة وخطاب جديد واستحضار للنقوش اليمنية والرمزيات الحضارية وأفكار تخلق جدلا واسعا له علاقة بإعادة تصحيح الهوية والذاكرة التاريخية لليمنيين التي تعرضت للتزوير كما يراها أصحاب الدعوة اليمنية النقاشات عكست الوعي بالحضارة اليمنية والروح اليمنية عبر التاريخ لكن هذا الوعي تضاعف أكثر منذ الانقلاب والاشتياح وبرز كخطاب مقاوم للمشروع الإمامي السلالي يراه رواده وعيا ممهدا لثورة فكرية ويراه غيرهم مجرد ردة فعل للعودة الإمامية عبر الجماعة الحنثية أمام هذا الجدل يتابع مراقبون مدى إنعكاس هذا الخطاب المتصاعد على القضية اليمنية في اللحظة الراهنة ودولة المواطنة المستقبلية وهل تشهد اليمن انتشاراً واسعاً للهوية والوعي بالفكر الجمهوري الذي تعرض للمحوي من الذاكرة الجمعية بفعل السلطات المتعاقبة الأفق اليمني الواسع والدولة اليمنية الاتحادية عنوين ورحلة التحولات اليمنية الراهنة أن يتم علينا نعمة الأمن والأمان غياب فكرة المواطنة كفكرة إنسانية حديثة أبرز المآخذ على خطاب القومية اليمنية الذي يتصاعد كل يوم والذي أصبح يعرف نفسه على أنه خطاب قائم على إحياء الإرث الحضاري لليمنيين تيار الوعي الوطني الذي ينخرط كل يوم بشكل أوسع في قلب تحولات تاريخية يرى في وثقة الحوار الوطني رؤية موضوعية لمستقبل الدولة اليمنية الحديثة في انتظار الحامل الشعبي الواسع المنتمي للهوية اليمنية الجامعة وللدولة اليمنية الاتحادية